أكثر من 84 مخالفة اقتصادية منها 40 مخالفة في التجاوزات الاحتكارية والسعرية مع حجز 1750 طن من مادة البطاطا و18 ألف بيضة ثبت ترويجها بأسعار انفرادية مشطة هي حصيلة سلسلة من عمليات المراقبة الإقليمية نفذتها أمس المصالح المركزية للمراقبة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع الإدارات الجهوية بإقليم تونس الكبرى وبالتعاون مع المصالح الأمنية عمليات المراقبة الإقليمية استهدفت مسارك توزيع الخضر والغلال ومنتجات الدواجن بالمناطق الشعبية بولايات تونس وأريانا وبنعروس وتأتي عمليات المراقبة مواصلة للبرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة والمجهودات المبذولة لحماية القدرة الشرائية للمواطر وفي إطار تنويع التدخلات الرقابية للتحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية بالتزامن مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية ودخول الفجوة الخريفية للإنتاج الفلاحية وتندرج هذه العمليات النوعية المشتركة في إطار برنامج خصوصي يهدف إلى التشبيك الإقليمي للعمل الرقابي وتبادل الفرق الرقابية في كل الولايات ويتواصل تنفيذه بصفة مسترسلة لفرض السير الطبيعي للسوق والتحكم في نسق تطور الأسعار وشفافية المعاملات بها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة وسيتم اتباعا اتخاذ جملة من الإجراءات الترتيبية الضرورية لإسناد تنفيذ هذا البرنامج بما في ذلك تأثير أسعار وهوامش ربح المنتجات التي تسجل شططا في الأسعار وإحكام التصرف في المخزونات التعديلية بالتنسيق مع الهيكل القطاعية ذات السلاء